أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارق قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق بحادث انفجار محطة الغاز بمدرية المنصورة بالعاصمة عدن والذي أصفر عن وقوع عدد من وفايات والإصابات والأضرار المادية ونص قرار رئيس الوزراء على تشكيل لجنة التحقيق برئاسة المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز وعضوية ممثلي عن وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والعدل والداخلية مصلحة الدفاع المدني والإدارة العامة للإدلة الجنائية وكذلك السلطة المحلية بمحافظة عدن وتتولى اللجنة القيام بمهام التحقيق والوقوف على ملابسات حادث الانفجار